أهلا بكم الحمد لله خلصنا الإعدادة بدأنا نفكر في التنسيق والمدارس السنوية معكم أحمد سليمان من قناة درس إنجليزي وهنتكلم النهاردة عن مدارس ستم خليك معنا طبعا بعد ما ظهرت النتيجة والحمد لله الجميع نجحين كنا نفكر دلوقتي في المرحلة السنوية كتير قرر يدخل سنوي عام لكن في ناس قررت تفكر بره السندوق وتشوف مدارس تانية متميزة في المرحلة السنوية وإحنا النهاردة هنتكلم عن مدرسة كتير من طلاب سأل عليها وهي مدارس ستم كلمة ستم هي اختصار لكلمة علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات وإسمها كده بتقول إنها مدارس لطلاب العلم بس موجود لها فروع كتير في مصر زي قاهرة والجيزة والسكندرية وكفر الشيخ والدقاهلية والإسماعيلية وأسيوت والأقصر والموفية والغربية والبحر الأحمر وطبعا أولوية اختيار المحافظة بتكون حسب اختبار القدرات اللي بتتعامل قبل القبول وهنتكلم عليها كمان شوي شروط الالتحاق بمدارس ستم الأول الحصول على 95% والدرجة النهائية في مادتين من المواد العلمية زي العلوم والرياضيات والإنجليز أو ممكن كمان تحصل على 98% والدرجة النهائية في مادة واحدة بس من المواد الثلاث امتحانات القبول في مدرسة يا شباب متقسمة أربع امتحانات الأول IQ يعني اختبار قدرات ذهنية وليه فيديوهات كتيرة جدا على YouTube تاني امتحان امتحان انجليزي متقسم جزئين Reading و Choose وكمان في امتحان علوم ويكون امتحان تراكم يعني السنين اللي فاتت وأخيرا امتحان رياضيات وبرضو امتحان تراكم التقديم يا شباب بيكون على موقع الوزارة أونلاين وبيتم التواصل معاك ويعرفك امتحان اختبارات القبول ومكان الاختبار بس خلي بالك لازم طبعا تكون مقدة في مدرسة سنوية عادية عشان لقدر الله متقبلتش تبقى ليك مكان في مدرسة سنوية عادية نظام المدرسة هي مدرسة داخلية يعني اقامة كاملة وتقدر ترجع للبيت يوم الخميس من كل أسبوع وترجع للمدرسة الثانية يوم السابق يعني عندك يومين أجاز وفي أول أسبوعين في الدراسة بيكون أسبوعين تعارف تعرف المدرسة بتاعتك والمدرسين والمواد وبيكون أجمل أسبوعين تقضيهم في المدرسة نظام الدراسة قائم على المشروعات هتلاقي دايما في كلمة اسمها كلمة كابستون في المدرسة يعني عمل مشروع بيكون فيه فريق بيعمل المشروع دوه تحت إشراف المعلمين في المدرسة وعليه ستين في المية والأربعين في المية التانيين بيكون على انتظامك في الحضور في الفصول يعني والتفاعل أثناء الدراسة وكبان فيه امتحان متر وفاينال كل ده عليه 40% لكن المشروع عليه درجة كبيرة اللي هي 60% وخلي بالك الدراسة كلها معتمدة على التعلم الذاتي والبحث لأن المدرسة بتبحث عن طالب متميز بيحب العلوم والأبحاث وعمل المشروعات المواد اللي انت بتدرسها جوه المدرسة هي عربي وانجليزي ولغة أجنبية تانية أحياء وكيميا وفيزياء وميكانيكا وجيولوجيا ورياضيات ودراسات وكمبيوتر وطبعا المواد العلمية كلها باللغة الانجليزية وتعالى نتكلم عن مصرفات المدرسة لو انت كنت تقل في مدرسة حكومية في 3 عدادي يبقى هتدفع بس 1000 جنيه كمصرفات أما لو كنت مدرسة خاصة بتدفع نفس المصرفات اللي دفعتها في 3 عدادي آخر سنة ليك يعني في الدراسة كمان كل الطلاب بيدفعوا 2000 جنيه زيادة تأمين عشان اللابتوب اللي هتستلمه وتستردهم بعد كده لما تخرج وتسلم اللابتوب بتاعك وتعالى نتكلم عن الكليات اللي ممكن تدخلها بعد مدارس استلم لو انت علم علوم تقدر تدخل كلية طب بشري طب اسنان طب بطري صيدلة وطبعا كلية علوم لو انت بقى علم الرياضة تقدر تدخل هندسة وحاسبات ومعلومات وكمان كلية العلوم يبقى كلية العلوم مشتركة ما بين علم علوم وعلم الرياضة وطبعا لحسب مجموعك في المدرسة تلتحك بالكليات دي وما لهاش علاقة بتنسيق سنوية عامة خادس كمان طلاب مدارس استلم عندهم فرصة عظيمة جدا للمنح الدراسية خارج مصر يعني ممكن تكمل الجامعة بتاعتك خارج مصر وهتعرف نظام المنح ده ان شاء الله في آخر سنة في المدرسة وبكده احنا تقريبا اتكلمنا عن اهم النقاط في مدارس استلم يريد ان يكون استفادنا من الفيديو وكمان لو في اي استفسار اكتبه في تعليقات متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو بالتوفيق للجميع ان شاء الله